عاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر إلى أرض الوطن وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية بورندي ترأس خلالها مع رئيس قوات الدفاع الوطني البورندي الفريق أول بريم نيوبانجو الجلسة الختمية للاجتماع الثاني للجنة العسكرية المصرية البورندية وأصفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالة التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية للجيش البورندي لمواجهة تحديات الأمن القومي وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض نيل عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك بعد انتهاء زيارته رسمية إلى جمهورية بورندي ترأس خلالها مع الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطني البورندي الجلسة الختامية للاجتماع الثاني للجنة العسكرية المصرية البورندية وأصفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالة التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية للجيش البورندي لمواجهة تحديات الأمن القومي وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض نيل وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت له مراسم استقبال رسمية أعقبها لقاء الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطني البورندي الذي أشاد بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج تصب في مصلحة البلدين وقواتهم المسلحة والأمن والاستقرار الإقليمي كما التقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بسيد آلان تيربرت موتابازي وزير الدفاع البورندي الذي أكد خلال اللقاء على تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه الأمن القومية في المنطقة والدعم المصري للقوات المسلحة البورندية والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات لتحقيق الاستقرار في المنطقة وأكد الفريق أسامى عسكر على عمق الروابط الراصخة التي تجمع البلدين الصديقين معربا عن اعتزازه وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكل البلدين